اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشرة سكايب حديث حراقي الشيء الغريب ربما أن البعض أو كل قوى العملية السياسية كل رموزها كل شخصها كل أحزابها ما زالت بعد ساطعة السنة يعني عندما يلتقون بهم في تصريحاتهم في لقاءاتهم في كل ما يقولونه ويسجل عليهم يقولون يعني باستغراب يرسمون على وجوههم البلاها والبراءة والاستغراب لماذا الشعب العراقي تظاهر ضدهم وكأنهم مثلما يعني كان يقول الجعفري حكومة ملائكية حكومة من الصراق والمزورين والمخربين وسميها حكومة ملائكية حكومة من الذين يتمرون بالخارج وأجندتهم خارجية ويعملون ضد العراق وسميها حكومة ملائكية ربما حكومة ملائكية هو يراها لأنها تغرف من أموال العراق وتضع في جيوبهم وجيوب أسياتهم فلذلك هي حكومة ملائكية لأنها تنفذ أجندة هي المطلوبة هذا واقع الحالي الحقيقي هم يقولون لماذا تظاهر الناس نحن جئنا من أجل المظلومية لدينا شعارات نحن يعني يعلقون فوق رؤوسهم في مكاتبهم وفي كل مكان في الشوارع يعني الحسين منهجنا في بناء الدولة والإنسان وبالتالي الحسين والبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام منهم براءة ليس لهم علاقة بكل هذا لأنه لا المبادئ يصونها ولا الأخلاق يصونها ولا كل القيم هم يعترفون بها هم يتصرفون عكسها تماما سرقة وخراب وقتل والدماء وتخريب وطائفية وأذى وسوء وهذا بعيد عن كل القيم وكل الإطار النق الراقي الذي يعبر عنه الإسلام وأهل الإسلام وبالتالي هم ما زالوا يقولون لماذا يتظاهر الناس واحدة من الصور البسيطة ربما البسيطة والقليلة التي ربما نجيب يعني يجيب أهل العراق على هذا التساؤل تتعلق بالفقر بزارة التخطط الحالية تقول أنه ارتفاع نسبة الفقر أخيرا تقول أنه ارتفعت نسبة الفقر من 20% عام 2018 إلى 31% حاليا وتقول بأنه بالعراق 4.5 مليون مواطن تحت خط الفقر ما يعادل أكثر من 10% من نسبة السكان طبعا هذه الأرقام غير صحيحة بالمرة وسأقول لكم لماذا وحتى الأرقام التي سأريدها والتي هي لجهات دولية أيضا غير صحيحة الأرقام أكبر من ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة الحقيقة تعاونوا في كتابة تقرير اشتركت بمنظمة الأغذية والزراع الفاو وبرنامج الأغذية العالمية والبنك الدولي اشتركوا في كتابة تقرير عن وضع العراق ووضع الاقتصادي العراق وتوصلوا إلى أنه أكثر من 40% من سكان العراق البالغة عددهم 40 مليون هم من الفقراء تحت خط الفقر تقرير الأمم المتحدة صدر في شهر نيسان الماضي قبل نحو 6 أو 7 شهر قال أنه جزء من ارتفاع النسبة كانوا يتحدثون عن هذه النسبة وقالوا هذه النسبة التي نقول عنها 40% قد ارتفعت بالتأكيد بعد خفض قيمة الدينار قالوا خفض قيمة الدينار وزيادة الأسعار المواد الغذائي والتضخم زاد رافقه ارتفاع في أعداد نسب الفقراء من 7 إلى 14% تحدثوا عن نحو 7 مليون مواطن أضيفوا إلى الفقراء وبالتالي أعداد الفقراء زادوا فوق الموجودين زادوا 5 ونص مليون فقير بعد خفض قيمة الدينار وبالتالي وصل العدد إلى نحو 12 مليون إلى 13 مليون عراقي تحت خط الفقر في بلد موازنات انفجارية موازنات مليارية هذا البلد الغني كل هذا الغنى وبالتالي بي نحو 12 إلى 13 مليون عراقي أكلون من المزابر تحت خط الفقر لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم يباتون في العراء لدينا 7 ملايين أكثر من 7 ملايين مواطنين يعيشون في العشوائيات بلا سكن والحكومة توزع أراضي يقول أنه نوزع أراضي للمواطنين طبعا توزيع الأراضي مشكلة كبيرة مصيبة كبيرة هذه لأنك توزع أراضي العراق واسع الأراضي كل بلد واسع أراضي وتستطيع أن توزع أراضي فيه مهما شيء يعني موظف البلد يستطيع أن يوزع كل الأراضي مو رئيس وزراء ولا حكومة لكن مو هي هذه القضية طيب هذه الأراضي وين وأنت بنيت لها البنى التحتية من خدمات الكهرباء والماء والمجاري والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والشوارع وتبليطها والحدائق ومراكز الإلعاب ومراكز النشاطات كل هذه غير متوفرة كل البنى التحتية غير متوفرة بالتأهي هي ليست متوفرة للمدن القائمة كيف تتوفر المدن التي توزع أراضيها بهذا الشكل فبالتالي أنت تزيد المشكلة مشكلة كبيرة تزيد العشوائيات عشوائيات أخرى بحجة أنك توزع الأراضي هذه واحدة العراق مثلما قلنا واحد من أغنى البلدان العراق يعني من أغنى بلدان العالم والسؤال هو لماذا يرزخ أكثر من 13 مليون عراق تحت خط الفقر في بلد مثل هذا العراق لمعلومات الذين لا يعرفون هو البلد التاسع عالميا من حيث الثروات الطبيعية تاسع عالميا من حيث الثروات الطبيعية بين كل دول العالم نحو ميتين دولة بالعالم العراق التاسع في ما يملك من ثروات طبيعية يحتوي على 11% من الاحتياط العالمي للنفط يحتوي على 9% من الاحتياط العالمي للفوسفات واحتوى على ثروات أخرى كثيرة كثيرة محافظات الجنوب التي يدعون أنهم جاءوا من أجل مظلوميتهم هم أكثر المحافظات وأكثر الناس فقرا في مقدمتها محافظة المثنى الفقر فيها أكثر من 60% أكثر من 60% من سكانها هم من الفقرات تحت خط الفقر تليها الديوانية أكثر من 55% من سكانها تحت خط الفقر ذيقار أكثر من 50% هذه المدينة مدينة ذيقار هذه المدينة الأصيلة وهذه الثوارها وهذه ناسها الحلوين أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر الأنبار هذه التي يدعون أنهم البعض يدعي والأحزاب هذه أحزاب السلطة قوى السنية التي تدعي أنها بنت الأنبار بالشكل البديع والراقي والكل يجب أن يتمثل بها أكثر من 40% من سكانها تحت خط الفقر عن ما لا تتحدثون هذه الكذبة بغداد هذه العاصمة أكثر من 15% تحت خط الفقر الشمال هذه المحافظات الشمالية أكثر من 13% إلى 14% تحت خط الفقر فبالتالي أنت في بلد مدمر يعني هذا واقع الحالة الحقيقة ويعني أموال كبيرة حقيقة نعم لديه ثروات وأموال كبيرة لكن فيه نزاهة غائبة والفساد حاضر فيه فساد كبير فيه نفوس ضعيفة من يحكمه لا يحكمه بإرادة عراقية يحكمه بإرادة إجنبية هم ليس البناء هم التدمير سرقة وخراب ودمار وبالتالي العراق من سيء إلى أسوء الفقر يزداد وخارطة الفقر تتوسع وتتعمى ويزداد أعدادها وكل يوم تستقبل أعداد جديدة من الفقراء ما هذا الذي يسمونه عراقا جديدا إذا كان هذه كله والعالم مع الأسف الشديد يؤيد هذه الحكومات ويؤيد هذه العملية السياسية التي أوصلت العراق إلى هذا المستوى وبالتالي أنت تسأل نفسك هل العالم يؤيد العراق فعلا ويخاف على العراق أم يريد للعراق أن يتدمر ويخرب أكثر هذا واقع الحال العالم وكل المجتمع وأقول عربي وغير عربي إقليمي وغير إقليمي دولي وغير دولي كلهم يتآمرون ضد العراق بهذه الطريقة لأنه هو النموذج الأمريكي اللي بنته أمريكا ووصلته إلى هذا العراق هذا المستوى العراق وليقوله عكس ذلك وليقوله نقذب نحن هذا واقع العراق الذي يؤيد العراق ويؤيد حكوماته ويؤيد العملية السياسية هو يؤيد هذا الفقر وهذا الخراب وهذا الدمر هذه صورة واحدة من صور الخراب الذي حلت بالعراق يؤيدها ويدعم الحكومات التي أوصلت العراقين إلى هذا المستوى على سفح الشديد ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة